الأصدقاء في كل مكان في كل زمان حييكم بكل تحية تحبوا أن تحيوا بها والإخوة والأخوات في كل زمان وفي كل مكان لكم السبعة الخير مساء الخير السلام عليكم كما تحبون أتمنى لكم كل الحب والتقدير والأمن والأمان وراغد العيش بإذن الله سبحانه وتعالى خاصة ما ما زلنا ونحن ما زلنا محاصرون بالكورونا وأبعدها وأخواتها إلى آخره والفطر الأسود وطلع في فطر أبيض تاني إلى آخره وكل هذه الأشياء اليوم نتكلم الحلقة الرابعة في فتفاضة خمسة لخمسة المشاكل اللي بتواجه العمل الخير والمجتمع كذلك واليوم هنتكلم عن قصة التحديات اللي بتواجهنا في منصات تواصل اقتماعي وكذلك اللي هو الحكرز اللي بيخشوا علينا ودي حاجة مكانش مخططة لكن أصبحت جالية واضحة بعد الأحداث اللي حدثت في خلال الأسبوعين الماضيين أنا بشكر الأستاذ علي الشوى على مساعدتي في عمل اللي هو الشرايح ترتيب الشرايح العرض وأتمنى لكم يعني متابعة إن شاء الله جيدة القصة زي ما قلت إن في قضيتين جداد مش خمس قضايا إذا كنتم تفهم معكم أبدا كده هو الأولى كثير جدا من الشباب أثناء تغطية أحداث التي حدثت في غزة والتي حدثت في القدس والمسجد الأخصى وعماكن أخرى كذلك وجدوا إن بعض منصات التواصل اقتماعي غير حيادية تنحاز لطرف بدون طرف بدأوا يعلنوا أنهم هيملوا مقطعة لكثير من هذه المنصات أنا بقول لهم يا شباب قد تكونوا محقين في هذا لكن أيضا انظروا إلى الجرائد العربية وانظروا إلى التلفزينات العربية وانظروا إلى الجرائد والتلفزينات الأمريكية والأوروبية كذلك قبل أن تخطو خطوة كبيرة لنستعيز خطوة علشان يكون تفكركم قويم إن شاء الله دي نمر واحد القاضية التانية قاضية الاختراقات اختراقات الحسابات الكمبيوترية اللي نبرامج الكمبيوتر واختراقات اللي هو الصفحات الموجودة على السوشال ميديا خاصة التويتر والإنستجرام والفيسبوك أنا قبل ما نخش في الخضم الكبير جدا دا حاجة معكم بعض الكلام اللي احنا تكلمنا فيه معكم منذ سنوات وأنا تكلمت فيه مرارا وتكرارا وتعبت من كتر الكلام دا معكم ولكن هذكره فإن الزكرة تنفع المؤمنين والأسكياء والأسكياء من أمثالكم أول حاجة في حاجة اسمها ثقافة المانح سواء المانح دا كان في العمل الخيري والعمل الاجتماعي أو كانت حكومة أو غيرها فكل مانح بييجي بسياسته بيجي بثقافته وبيفض عليك الثقافة بتاعته والسياسات بتاعته وقد تكون أحد المنصات من حاجة الجهة لك دي سياستها وقد تكون أحد الدول في المنحة بتاعتها محتحاجة من حاجة الجهة معينة إلى آخرين فاللي بيعتمد على المانح الخارجي والسلطان المال الخارجي لابد علي أن يعرف أن مثل هذه التقاملات موجودة دي لم يواحد هنعرفين أنه فيه تضييق عام في كل مكان في العالم حاليا دولة خاصة في المشرق العربي أو المشرق الأسياوي أو المغرب اللاتيني على مساحات الحريات خاصة المؤسسر المجتمع المدني والأفراد اللي عاملين فيها حتى التضييق ده بدأ يأتي لأوروبا وأمريكا فيه أصبح فيه تضييق للمساحة الحريات المتالاتة كان نحن أكلم فيه من زمان اللي هل الجمعية بتاعتنا عندها استقلال اقتصادي معنى لا نتستطيع أنها تعتمد فقط على التبرعات وعندها أوقاف والستثمات ولا لا ده المتالاتة لما أربعة كثير جدا من الأنظمة الموجودة عندنا أصبح يدرها المؤسسة العسكرية أو الأمنية أو بعض العائلات اللي بعضهم أفسد المجال وبعضهم أنجز وفلح وأصبحت طائفية حكم أصبح طائفي وأصبح ديني ومنحاز لجهة معينة وأصبحت عرقية كثير جدا من بلاد كل هذه الأشياء يجب أن نرجعها قبل أن نتكلم عن أنها سنقاطع فلان أو فلان أو فلان ما شكل المجتمعات لا تنعيش فيها الأمر الخامس هو تجليل الشعور كان فيه سياسة كبيرة جدا منذ أكثر من 70 سنة في كثير جدا من الدول لا ينفق ولا يستثمر في المجال التعليم السادس إهمال قطاعات خدمية اللي هي الصحة والطرق والكبار والمواصلات والتعليم وكل هذه الأشياء السابعة ازداد مع الدولة البطالة اللي موجودة عندنا وهجرة الهجرة العكسية الهجرة الهجرة السلبية الخارج من العقول اللي موجودة في الدولة نمر 8 فيه حملة كبيرة جدا منذ يمكن عقدين أو تلات عقول على كره الإسلام وكرهية الإسلام وازدياد الإسلاموفوبيا وربط الإسلام بالتخلف والتطرف والإسلامية والرجعية والإرهاب دي الحملة دي الحملة دي مش فقط من المسلمين من غير المسلمين لا دي من المسلمين حتى من بعد حكام المسلمين كما كانوا بيحضروا أمريكا وأوروبا من المساجد اللي موجودة عندهم علشان يحاول يضايقوا على العمل الإسلامي من موجود شمسة هذه البلاد النيابية أو وزارتها الحكومية أو وزارتها أو مؤسسة مكتوبة المدنية فيها إلى أو مؤسسة التشعيع الأخيرة الناس باكتشف فيما بعد أن حصل اتفاقات ما بين السيد الرئيس أو بين السيد الرئيس الوزراء وهذه الدول الأخرى دي الحداشر يعني عطفت أو يعني عكفت هذه الحكومات أو كثير منها على تهييف الشباب تبحايف وإبراز وإبراز نجوم ورموز المجتمعين لا يعبروا عن قيم المجتمع وثقافاته تاريخه وأجانه وحضراته اللي عاش من خلال الأجداد والأسلاف نمرة 12 فيه ثقافة جدية التي ترأت ومش حديثا يعني التي ترأت من زمان ومزاعت قائمة ثقافة ضربة الحظ لو الحظ يضرب معايا كده ثقافة لو البيع تلعب معايا يعني البيع يعني الين الزهر يعني برضك حظ ثقافة التمني مع القعود ممكن الإنسان يرجو معايا عمل فيه رجاء مع العمل يختلف معا عن التمني مع القعود ثقافة دي أس والتواكن والاعتماد على القدر آه يا سلام لو جالي جالت ليه وانت قاعد في بيتك ثقافة أو فلسفة هو أنا اللي حصلح حكون هو أنا حصلح حكون يا عم سبها ما يا خربانا خربانا دي بيش بلدنا دي بلد غنى كل الثقافات دي يا شباب احنا كلمنا فيها بطولة مختلفة في محاضرات كتيرة في خلال السنوات عديدة ولكن احنا بننسى نقط 13 أنا بذكركم بيها أنه تمسي تاريخ الشعوب وتغيير مصارات الشعوب وتشويه الصور رموز الشعوب اللي هم كتبوا هذا التاريخ بأرواحهم ودماعهم وإبراز نجوم جدد من الفسدة والمفسدية أنا بس بذكركم بمثلة الأشياء قبل ما نبتين خش في معركة كبيرة جدا مش عارفين عواقبها أو نتائجها فيه مقاطعة وغير مقاطعة شوف إحنا وقفين على الأرض صلبة والأرض رخوة والأرض هشة والأرض مركانية كل هذه الأشياء أيضا بذكركم بشيء تاني إيه هو الشيء التاني ده الشيء التاني ده إحنا كشباب ما بنقراش كتير أذكركم من إحنا شباب ما بنقراش كتير ورات اللي بنقراش بنستوعبه قلة القراءة زائد عدم القدرة أو قلة القدرة على الاستعادة لأننا أصبحنا دلوقتي مش قادرين نقرأ ونصبر على القراءة أصبحنا غير قادرين على الصبر على الاستماع وبنتابع ثقافة السندويتشات والقوة الخفيفة والواجبة السريعة ويلا العلم المعرفة مش واجبة خفيفة ولا واجبة سريعة لو نظمنا لكل العظماء للعلماء سواء كانوا في العلوم يبقى هم نتكلم على اللي هو الحاجة اللي بذكركم بي يا شباب اللي هي إحنا بنقراش كتير قدرتنا على أصحاب أصبع الضعيفة عدم الصبر على الاستماع واتباع ثقافة السندويتشات والجوات السريعة والجوات الخفيفة من علم المعرفة اتباعكم الغريب للعجيب والجديد والغريب من القول نمرة أربعة يا شباب دايماً الشباب ينشغلوا بالقراءة الخلافية وعدم التأكد من صحة معلمات اللي بتنشروها والأسف يعني نمرة خمسة الكتير مننا ومنكم أصبحوا مواطين باريوجيون يعني إيه يعني بيهتموا بسا بالأشياء الباريوجية اللي ب زي الأكل والشرب والنوم واللبس والعلاقات الزوجية الى آخرة والقصة بتاعتهم الى آخرة ماهتموش بحاكة تانية في المجتمع نمرة ستة قلت معرفتنا بتجارة المجتمعات الأخرى سواء كانت متقدمة أو متقدمة متأخرة نمرة سبعة كتير جداً مننا مش مختارين لا بالتطوع ولا منظوم بالتطوع المختلفة نمرة تمانية من احنا المنشغلين جداً بالكسب العيش وده مش حرام وكتير جداً بيهجروا للخارج حتى ولو كانت الهجرة في المراكب الغير الشرعية دي يعني الغير الشرعية دي بتؤدي إلى وفاتهم لأنه عايزين يخلصوا من حياة الدنك اللي هم عايشين فيها نمرة تسعى بقى إحنا إحنا كشباب نستثمرش في كيفية حماية منصتنا المجتمعية وحساباتنا من الهكاس وأعتقد أن العالم الافتراضي ده بيحمي نفسه بنفسه وده كلها أشياء خاطئة في فكرنا يا شباب قبل ما نتكلم عن الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي هنتكلم عن قدير أول هم الحاكرز مين هم الحاكرز يكون مجموع من الشباب شركات متخصصة جاية أمنية أو استخباراتية أفراد مستخدمين متخصصين بيستخدمهم المجرمين الناس مجرمين إلى آخر كل هذه الفئات تكون جائزة لهم يكونوا هاكرز أنا عندي تجربتين تجربة شخصية حصلت لي في خلال الأسبوعين الماضيين وتجربة مؤسسية حصلت من خلال سنتين أتكلم عن تجربة شخصية في يوم 16 مايو من هذا العام يعني 2021 لقيت فيه مش قادر أخش على الصفحة بتاعتي اللي هي اسمها دكتور هاني البنة فيه أكثر من 45 ألف وقدمنا شكوى للفيسبوك علشان يشوف إيه المشكلة إلى غاية الآن ما فيش رد إيجابي من الفيسبوك لكن هو بيحاول في هذا الموضوع في هذا الموضوع ده أحد الحشياء اللي حصلتلي على الفيسبوك من أكثر من الأسبوعين تاريبا فيه يوم 16 مايو أيضا أو لا مش 16 مايو حوالي يمكن 20 مايو حطت صورة للمالكو بتكرمني وصورة للبعض اللي أمال الناس الفقراء يعني في أفراقيا فلقيت في أقل 23 ساعة 1200 إنسان جديد جم يعملوا يعني متابعة ليا على صفحتي الأخرى اللي اسمها هاني البنة وده أنا أعتقد نشيئ غريب جدا جدا في أقل 23 ساعة الأسبوع اللي فات 21 مايو وأنا بتكلم المحاضرة بالإنجليز كانت يوم الجمعة لقيت 3 أو 4 من الناس دخلوا عشان يعملوا ضوشة وضجيج وأصوات غريبة وموسيقى إلى آخر على الزوم فدور التالت أشياء دور حصلوا في الأسبوعين ده بيكبين لنا إن في بعض الهاكرز اللي دخلوا عندي بيحاول يفسدوا اللي هو المحاضرات اللي أنا بأمليها ده بالنسبة الهاكرز وتجربتي الشخصية وده السورة بتاع الصفحة بتاعتي اللي اسمها دكتوراني البنة وشايفين انتو الشركة اللي بتعمل الإعلانات هدي ما عارفش هم مين دول بالكلام بلغة غريبة جدا احنا مش عارفنا وإلى الآن نسر فيسبوك مرجع عليش الصفحة بتاعتي ودي طبعا على المحاضرات بتاعتي القديمة اللي معمولة نفس المجموعة اسمها PHU KIN Online 2 يعني مش حتفين هم مين دول طب دي بالنسبة لتجربة الفردية بتاعت الشخصية بتاعتها أما نسبة تطلعها المؤسسية فحصلت لمؤسسة منذ سنتين تعليمين اختراق الجهزة الكمبيوتر بتاعيتهم وشبكات الكمبيوتر بتبدي شلت المؤسسة شلل رأسي فأصبحت غير قادرة على العمل لمدة تاعت تشهر فلا فيه اتصال مع المكاتب أو تحويل اموال او اسلام اموال او اتصال مع الموظفين وحلفوا يحلوها ما قد تشهر كلما يعني يعني محظوظين نمكن عملين ايه باكاب يعني عندهم نسح اخرى للداتا اللي موجودة عندهم ده بالنسبة لاختلاقات اشهر المختلقين بقى عشان ده ده النقطة اللي انا عايز انا ايش كون فيها يا شباب اشهر المختلقين اطلعتهم اللي هم الاول حوحة تشيهم شاب كان اسمه كيفين ميتنيك ده كان مراهق مراهق فعام 1881 التعم بسرقة معلومات كمبيوتر بسافيك بل فالتانية اسمه ادريان لامو كان عنده عشرين سنة سنة 2001 واستعمل وسائل الاختراق ياهو عارفين ياهو للوصول للمقالات اللي بتصدرها والتغيير في محتوى ونشر كلام كاذب على جنرال جون أشكروفت المدعي العام السابق لأمريكا وده اللي قالته كلام اللي قالته ايه نيويورك تايمز في على الانترنت في 2002 وكلام يسمينه الهاكر المتشرد او اللي هو ايه اللي هو متشردين هما يسمونه انا هما نسعدت بالانجليز والله يتكلم بالانجليز اللي هم هوملس هوملس هاكر اللي هو بدأ وهو في المدرسة في ميامي لكن المواسط 22 سنة كان هو الطب وعام 2005 اخترقت TGX من المبيعات في أمريكا وسام 256 مليون دولار ده اللي هو ألبرت جونزاليز او اللي هو منسميه سوب نازي ماثيو بيفان وريتشارد بريس اخترقوا أمم بريطانيا اخترقوا العديد من الشبكات العسكرية عام 96 ومنقالة جريفة القوية ووكارة معلومات العسكرية ومركز أبحاث نوية الكورية لأسم كاري لهم ذا اللي عملوه في 96 جينيسون جيمس أنشيتا كان عنده رغبة في استعمال برامج الكمبيوتر اللي بتستعمل الروبوت على أسر العدوى في العدوى اللي بتيجي الكمبيوتر اللي فيروسيز بتحكم في جهاز الكمبيوتر وستطاع اختلاق ربعمائة ألف كمبيوتر عام 2005 وتم حبسه لمدة 57 شهر يعني أقل من خمس سنوات شاب أخد اسمه مايكل كليك فعام 2000 الشاب ده كان عنده 15 سنة كانوا بسموه المافيا بوي أو ولد المافيا ووجد وسيئة لاختراق أنزمة الكمبيوتر بتاعت الجامعات واستطاع إعاقة الجهاز البحثي رقم واحد في العالم قدر الأسبوع ثم بعدها اخترق أجهزة دل سين ان أمازون وده اللي خل الحكومات والشركات تحط قوانين لمحاربة الجريمة الأكترونية فهنا بنشكر كليك على الإبداع بتاعه اللي خلي الحكومات تعمل قوانين لمحاربة الجريمة الأكترونية كيفين بويلسن اللي عنده 17 سنة سنة 83 من خلال برنامج الياس دارك دانتي اخترق برنامج أبارنت أبارنت اللي بستعمله شبكة كومبيوتر البنتاجون اللي هو روزط الدفاع الأمريكي فعام 88 اخترق شبك كومبيوتر الفيدرالية بتاعة الحموة الأمريكية فعام 90 اخترق محطة راديو كسب عربية بورش وجازة جازة في دارة ما و20 ألف دولار 17 سنة بدأ جيروسون جيمس استعمل حاجة الياس كومراد استعر اخترق العدد من الشركات واخترق نظام الكمبيوتر الخاص برنامج الدفاع الأمريكية زي ما جاء في نيويورك تايمز وكان عنده عمره 15 سنة فعام 1980 دخل على أكثر من 3000 موظف حكومي وعرف أسماء استعمالاتهم وأرقام شفراتهم ومعلومات أخرى حساسة وغيرهم من ما نستعه لاختراق الشبكات الإلكترونية أما ننظر بقى شوف الشياب دول عمر بطريقة يعني إجرامية أو غير إجرامية بس فيها ابتكار الشياب بتوعنا عايزين يعملوا مقاطعة أما عن طلب الشياب مقاطعة هذه الصفحات قلت أن حدث الطرف دون طرف في حدث غزة وغيرها فهم محققين في بعض العدم الحيادية في هذه المنصات لكن تعرفوا يا شباب أنا ذكرت لكم التمانية دول لمتوسط متوسط أعمار الشباب الهاكرز دول كان كم سنة ستاشر سنة ستاشر سنة ستاشر سنة وإحنا عندنا قاعدين في البيت ما بنعملش حاجة قاعدين نفكر وننخمخ ونعمل مظاهرة إلى آخر سؤالي لكم يا شباب حنقا نعمل مقاطعة إيه اللي بعد كده نعمله نرجع نسمع مقولات قيلت في القرن الثمنتاشر وقرن التساعتاشر وقرن العشر نتلاتها من الفلسفة والعلماء المسلمين وغير المسلمين أول واحدة كانت عالم النبات الفلسفة الفرن السويسري اسمه جان جاك روسو قال إيه تسمعوا دي بقى مهمة جدا اللي احنا كلنا بنحتقل الزراعة قال إيه جان جاك روسو اللي ولد في 1712 ومالت في 78 سبعمية عن فقان 18 جان جاك روسو قال إيه قال الفلاحة اللي الفلاحة الزراعية هي الوسيلة الوحيدة اللي تم بها تضمن بها الدول استخدارها الخارجي لذلك كل الدول الأوروبية تنتج غذاءها فلو كان لك ثروات العالم كله بنما ينقصك الطعام فإنك ستكون تحت رحمة الآخرين وتذكر أن التجارة تنتج لك ثروة تذكر أن تجارة تنتج لك ثروة لكن فلاحة تمنحك الحرية أولا ثاني الفلاحة هي الوسيلة الواحدة لتضمن بها الدول استخدارها خارجي فلو كان لك ثروات العالم كله بنما ينقصك الطعام فإنك ستكون تحت رحمة الآخرين وتذكر أن التجارة تنتج لك ثروة لكن فلاحة تمنحك الحرية جان جاك روسو اللي هو العالم النبات اللي هو الفيروسوف السويسري الذي عايش من القرن الثامن عشر ماقول الثانية للعالم الجليل الشيخ عبد مولا شعراوي قال لك اللي يأكل من رأسه قرره من رأسه يعني اللي طلع من الأرض الخبز بتاعه يستطيع أن يأخذ القرار السياسي بتاعه ده برضك ده من علماء القرن العشرين خليل جبران خليل جبران قال كلمة وده كان شاعر وكان كذلك الفيلسوف وكان كاتب وكان رواقي وكان رسام جبران خليل جبران قال الويل اللي أمة تلبس تلبس مما لا تنسب أو تنسب تأكل مما لا تزع وتنسب مما لا تعصر يعني ويل فما من جبران خليل جبران اللي هو ورد في نهاية القرن التسعتاشر ومات في القرن العشرين وجين جاكروس اللي عاش في القرن التمنتاشر والشيخ شعراوي اللي عاش في القرن العشرين التلاتة اجتمعوا على شيء واحد ونقول لكم كله ننظر بقا إن هو الفلاحة 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 أسئلة مهمة لنا يا شباب نسأل نفسنا في العالم العرب والإسلام هل نحن نأكل مما نزرع قبل ما نعمل مقاطعات دي كلها نسأل نفسنا احنا فين هل نحن أنا مش دود المقاطعات بس أنا بقولك احنا فين عشان نعمل مقاطعات دي كلها هل نحن نأكل مما نزرع نسكن مما نعصر نلبس مما ننسج نبني مما نصنع نسكن فيما نأمن فنصبح قادرين على صناعة دوائنا تعليم أطفالنا حماية أجيالنا تشهيد نهضتنا وابناء حضراتنا سألنا هسأل نفسنا السؤالة دي والعملية كلها فزعة 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 غير مدروسة هنا الشباب الواعي نعم المقاطعة لكن مع وجود البديل فنظر هنا أنا جانبين الأول سلبي والآخر إيجابي أما السلبي فعن مصدر طعامنا ودوائنا ولباسنا حتى الموضة حتى ابتكار النماذج والتصميم الجيدة في اللباس في تصريحات الشعر حتى المقاهي اللي احنا بنقعد عليها حتى المشروبات السحنة اللي احنا بنشربها حتى المشروبات الباردة اللي احنا بنشربها حتى الوجوات السليعة والخفيفة بيصنع محلية للأسف دي بعض الأشكال اللي احنا بنشوفها هل هذه صنعت في مكة في المدينة في المنامة في القاهرة في الرياض في باكستان في أفغانستان يتسحة أخرى جتلنا كل حاجات دي جتلنا ونحن منبهرون أو منبهرين بها انبهار الجينز أو البنطانات المعطاعة اللي حتى ننبسها البنطانات السقطة اللي من نورها ما زالت إلى الآن وغالية جدا وحتى البنات والشاب يشتروا البنطان السليم ويقعدوا يقطعوا فيه وشارشاروا فيه وهذه موضة تانية بتعرفش الأخ دوقف على إيه ولا لديه لبسة إيه الطرطول اللي هي لبسة ننظر لثلتلت دول أو أربع دول في المنطقة العربية تعدادهم حوالي أكثر من أربعين في المئة من سكان عرب فيهم ثلاث أنهار يعني من الجنة لجل الفرات أنا كنت في العراق من بلع السنوات وإحنا بنفطر لقيت معلبات بنكلها فبقرأ عن معلبات دول العراق يعني فيها دولة الفرات من أغنى من أغنى من أغنى من أغنى الدول اللي هي فقط منطقة عربية ونستنبغة في العالم كله أو لأي حتى بنستورد الأكل ده من دولة مجاورة الدول المجاورة إما دول صحراوية في الشرق العراق أو جنوب العراق وإما دول ما فيهاش ميا في غرب العراق وإما في شمال العراق اللي هي الدول الوحيدة اللي هي عندها قوة اقتصادية هي إيران لكن قيلة لها دولتين أخرتين السودان اللي فيها أكتر من 200 مليون فدان بتروب المطر و20 مليون فدان على نهر النيل عندها أزمة طاحنة في رغيف الخبز جنوب السودان عندها مجاعة الأمرين الأمر الحرب الأهلية زاد أمر عدم قدرة الناس بسبب الحرب الأهلية جمالية مصر العربية أغلب المحصولات المقولية بتعادتها بتسرولهم برا في مشكلة في كل هاتي الأشياء وشوف النهر من يل شكله قده لمصادر الغزاء بتعاني لما قلت قبل كده حتى المقايم حالة لجبات السريعة والمطاعم والمطاعم الغزائية الكبرى أصبحت تأتي لها من الخارج وكذلك منتجات دوائية والصحية يا شباب عرفوا من أنتم وأنا نعيش الثاني كان إيجابي الشيء عملوه وده بالنسبة لإيه بالنسبة للمواصلات للتواصل الاجتماعي كان فيه فيلم زمان اسمه العظماء أو حاجة زي كده هو يعني أو العظماء السبعة مش هفاك الاسم أيام زمان من هولوود أنا بسمي دول العظماء الحداشر لما عملوا أكبر خمس منصات للتواصل الاجتماعي في العالم كن بقى بعد كده المنصات دي تحكم فيها بعض الجهات وسيزتها وعملتها ده شيء تاني لكننا نتكلمين على إبداعه للشباب اللي بدأ من سنة 2004 إلى يومنا هي أقل من عقدين من الزمان تعرفوا أصغرهم كم سنة كان عنده عشرين سنة وأكبرهم كان عنده سبعة وثلاثين سنة ومتوسط أعمارهم كان حوالي ستة وعشرين سنة يعني زينا كتير جدا وحنا نتفرج عليهم يعني أصغرهم اللي عمل فيسبوك كده كان لسه في الجامعة كم في سنة أولى أو في سنة تانية وبدأ التفكير في العمل ده وهم قبل كده فأصبح متوسط أعمارهم لما بدوا من تاتة وعشرين إلى خمسة وعشرين سنة تعافي دخلهم أو دخل المؤسسات دي في ألف في 2019 كان حوالي 138 بليون دولار إبداع من شباب صغير عادين يفكروا زي الهاكس اللي احنا كلمنا عنهم دول شباب شباب قدروا يخشوا على شبكات كمبيوتر محمية أنا ضد الجريمة طبعا لكن أقول لك إزاي الإنسان بدأ يبدع ليخترق مثل هذه الشبكات متوسط أعمار الشباب المبدعين الذين أحدثوا ثورة في المجال الفتراضي والمعلومات وأنشأوا هنا منصات التواصل تتريح ما بين 16 و 16 سنة إحنا فين بقى يا شباب المقاطعة الناس دي عملت ثورة هل أنتوا عملتوا بدائل ولا بس إحنا عاملين فزعة إلى آخر الفزعة لابد تتجون جزء من مسيرة أو جزء من وسائل التغيير دي بالنسبة لنا يا شباب بالنسبة لأنا لكم رسالة استغاثة صارخة لعلكم تعقلون ونحن معكم إن أردتم ولكن لابد إن إحنا نريد أن نغير نبرمج برنامج التغيير التغيير مش مظاهرة ولا مسيرة ولا مجرد ملاحظات بنحطها على الصفحات الأكترينية بتاعتها فنتحمس الشباب لهذا الانتاج لذي أنتجوا هلأ الأزمان الـ 11 لما بتواصل ميديا أو لما بتواصل اجتماعي خلاص وننتج منصات بديلة وأكثر حيادية عاديين منصات أخرى عملا منصات أخرى في مجال موضوع قدامكم إن الفزعة جزء من الحل وليس الحل كله لقد أثرت قضية الإنسانية لمعاناة الشعب الفلسطيني عدد من الحيادية العالمية في التعاون معها فعلينا إجابة إجابة البدائل خلاص أنت حرين قد يسأل المرء مننا كيف هذا وأنت الذي قلت من قبل أن دخلس ما تسلحت في حريات في بلاد المشرق قدت إلى وقت الإبداع وقت الإبتكار وقت الإختراع ووقت تشهيد النهضات إلى آخره نعم لكن ما تنسوش يا شباب أن في لكم أصدقاء وأقارب من بلادكم عايشين في أوروبا وأمريكا بعشرات الملايين ممكن هم دول معكم يستطيعوا إحداث البدائل أو إنتاج البدائل ليه لوجود مساحات أكبر من الحريات في هذه الدول لوجود نهضات علمية وتكنولوجيا في هذه الدول لوجود مؤسسات قوية تدفع عن حريات الشعوب وحكوم الموطنين في هذه الدول لوجود مؤسسات تحافظ عن ملكية الفردية الأفراد والمجتمعات والمجتمعية المؤسسة كل هذا ممكن جائز لكن مش فقط أن العملية تبقى يعني صرخة وخلاص صرخة جزء من الحل وليس الحل كله فذلك علينا أن نجد البدائل مع أبناء الجليات المهاجرة التي داها الحق في الدفاع عن حريات أبناء الإنسانية تأوطانهم التي هاجروا منها وكذلك حريات أبناء الأوطان التي تدافع عن قضاياها العادلة مثالة لكم يا شباب دم كنت أنا بعمل عن كل هذه الأسئلة أنا أقدر فيكم الروح الحماسية التي تتمتعون بها لكم شباب طاقة الطاقة الدينياميكية لا تمنحكم الله إياها الحركة السريعة المعبرة عن القدرة على إحداث التغيير المجتمعي المنشود الإيمان الغض النقي الكامل في الأفئدة الرؤية الشاملة لتحقيق أحلامكم والخطة الثابتة المحققة المحققة لرؤياكم ولكن ده مهم جدا يا شباب البناء ليس فزعة فقط بل هو فزعة وقفة خطوة مسيرة رؤية خريط طريق تواصل تكامل بناء شراكات بناء تحالفات تمكين مجتمعات بناء قدرات تفجير طاقات اكتشاف قيادات محافظة على الحريات تمان حقوق إقامة عدار المساوى استقرار الأمن والأمان تمفيذ البرامج تحقيق الأهداف ورجعة الخطط والإنجازات تصحيح المسارات والتعلم من الإخفقات كل هذا يجب أن نحطه ونحن نريد أن نجد البداية كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا يجب أن نجد أنشأوا أكبر منصات التواصل الاجتماعية وحتى الكثير من الهاكرز كانوا من الشباب أمثلكم فأنا نحن من منظومة التعليم والتكنولوجيا المؤديان إلى الإبداع والابتكار والاختراع نحن من العمل الدؤوب والصبر الرؤوب أن نحن مما قاله الفيلسوف السويسري جان جاك روسو الشيخ العالم الجنيل محمد متولي الشعرابة والكاتب الشاعر جبران خليم جبران والذي يتلخص في أن بناء الاقتصاد المحلي الضامن لاكتساب الحريات يقم 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 على قاعدة صلبة وهي الفلاحة المنتجة للغذاء الفلاحة المنتجة للغذاء لذي تحتاجه المجتمعات يعني فاكرين سيمون بوليفارد في كولومبيا في أمريكا الأتنية قائد الصور التغيير في القرن الثامنة أشر تقريبا كانت صورة زراعية وبعد جاء جيت شي جفارة وجي ناس كثير جدا غيره تكملوا هذه المسير ونعلم يا شباب أن المقاطعة هي جزء من الحل بس كل الحل وأن الحل يكمل في إيجاد الحلول البديلة ما سفقت في التظاهر الجمهي وحسود الشعبية بل في رفع مستوى الوعي المجتمعي المؤدي إلى إيجاد رفع المستوى الوعي رفع مستوى الوعي رفع مستوى الوعي من قد رأينا يا شباب وأنتم معنا من ينتج طعمنا ينسج لبسنا يصنع أدوائنا يمنهج تعليم أبنائنا يتوّر لنا تكنولوجياتنا يبرمج لنا تلك التحدث مع أصدقائنا لقامة العلاقات حتى مع زوجتنا وإن ربنا أولادنا من مناحك تربوية جاية من أماكن مختارة حتى تصميم وتصفيف شعورنا حتى خطونا حتى موسيقانا حتى عشعنا عفيقوا يا شباب فلنحن مستعدون أو أنتم مستعدون حتى بالخوض هذه التجارب وموجهة هذه التحديات بتقديم التضحيات التنازل عن المكتسبات الاستغناء عن الكماليات الإيمان ببناء المجتمعات والإثار للمحافظة على المقدرات مقدرات من مقدرات الشعوب كلها سلاسة مقدراتكم أنتم هل أنتم يا شباب مستعدون لمحاربة الفساد العيش بقلة الزاد ومشاركة البعاد من أبناء الوطن في حكم البلاد ولا هم يعتبرون أجانب لأنتمون الوطن هل أنتم يا شباب قادرون عن استعاب أبعاد المراحل التي تستفنش بداخلها من أجل تحقيق أهداف كل هذه الرؤى التي نرجو من الله أن يحققها على أيديكم هل أنتم يا شباب مستعدون لحماية المكتسبات لنجاح الثورات لنجاز المعطيات تحديث النهضات تفعيل الطاقات وبناء القيادة هل أنتم مستعدون لكل هذا؟ إن بناء منصات التواصل الاجتماعي هي جزء من مسيرة البناء المجتمعي وليس كل البناء فلزامن علينا أن نحدد أبعاد رؤانا الضامنة لبناء مستقبل مسيرة شعبنا إن بناء منصات التواصل الاجتماعي جزء من مسيرة البناء المجتمعي وليس كل البناء فلزامن علينا أن نحدد أبعاد رؤانا الضامنة لبناء مستقبل مسئلة شعبنا إن ما حدث من هذه النظام والنصات والدوار العالمية والقرائد والهاكز أثناء تغطية أحداث غزة الأليمة أثبتت أن أصحاب الحقوق هم فقط القادرون في الاستمرار المطلبة بحقوقهم المشروعة مطلبة حقوقهم المشروعة في العايش المكرمة علينا جميعنا يا شباب أن نكفل قضية المطلبة بالحقوق والحريات لكافة الخلائق وليس للبشر فقط علينا أن ننتظر حتى تموت الشعوب تسلق المقدرات تشتت المجتمعات تغتسب الحرمات تدنس المقدسات حتى نبدأ في الإفاقة والاستجابة لحكاية الشعوب لقد شهادنا كيف تعملنا مع قضايا كثيرة جدا إنسانية وحينما اختلف الإعلام اختفت هذه القضايا ضبحت فيها الشعوب وذهبت مع رياح حينما غاب الإعلام من القضايا قضايا البوصنة والكوسبو واليوجور وأفغانستان أفريقيا الوسطى كشمير الصومال كونجو الدموقراطية نجينا الأنسانيين في جنوب السودان حاليا مين يعرف عن جنوب السودان بيحصل في إيه؟ مين يعرف؟ الجفاف التصحر السرقة المقننة لكل مقدرات أفريقية وغيرها وهكذا مين يعرف؟ محدش يعرف فيش إعلام أختم بهذه المقولة أن العالم الفسيح بكواكبه ومشراته أفلاكه سماواته نجومه أقماره وشموسه لم نخلقه الله الخالق نتتمتع بها فئة دون فئة جنسا دون آخر أو أبناء دين دون أبناء الأجانب والاستخفاض الأخرى كلا بل هو لنا جميعا فلتستطيعون يا شباب ونحن معكم على تحقيق هذا الحلم فإن كنتم عازمون فسنكون معكم عازمون ونصبح جميعنا نصبح جميعنا حازمونا في إسعاد أو على إسعاد أبناء هذا الكوكب الأرضي المبارك الذي جعله الله إرسل لنا جميعا وظلت عليكم يا شباب اليوم فإن كنت أتمنى أن الفضفضات تكون أقل من نصف ساعة لكن مع الأحداث اللي حدثت من الحاكرز والحملات اللي بتعمل على الفيسبوك لابد الإنسان يقف وقفه عشان يرشد الشباب كيف يتعاملون مع مثل هذه الكبوات وأصنعونا من الكبوات إنجازات وإبداعات وابتكارات حزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله